الحقيقة احنا يهمنا جدا نتكلم على مكفحة العدوى داخل عيادات الأسنان واعتقد ان بقى فيه بروتوكول سابت دلوقتي بتتبعوه مع المرضى عشان تمنعوا انتقال العدوى من مريض لآخر لكن ما زالت عيادات الأسنان متهمة احنا عايزينك بقى مش مجرد تدافع لا تقنعنا ان فعلا هي مصدر للعدوى وانتو بتعملوا ايه كأطباء أسنان عشان تمنعوا هذا خلينا نتكلم يا دكتور ايمن نعيادات الأسنان هي فعلا ممكن تكون مصدر كبير للعدوى لو ما اتبعش البرتوكول المظبوط لمنع انتقال العدوى والفيروسات والأمراض المختلفة احنا بنتعامل مع وسط مليان بكتيريا وبنتعامل بالأدوات بتاعتنا في الدم وفي اللعاب وفي حاجات كتير جدا من اللي ممكن تنقل عدوى من شخص مصاب لشخص سليم هستأذلك الكتور احمد هقول معلومة يمكن ما ذكرتش في برنامجنا قبل كده رغم ان احنا تجاوزنا 150 حلقة ان الفم اكتر مكان في الجسم فيه بكتيريا وان اللعاب من اكتر الحاجات اللي بتنقل الامراض رغمنا اعتقدنا ممكن اماكن تانية في الجسم تكون يعني اكثر امتلاءا بالميكروبات وبالمسببات الامراض لكن للأسف الفم هو نمر واحد طيب بتشتغل في الوسط ده اللي احنا بتفقين انه هو وسط خصب جدا اللي انتقال العدوى تعاملك مع المريض اللي بيدخل ابسط حقوقه انه يدخل يخلص علاجه عندك ويطلع من غير ما ياخد عدوى يطلع حقوقه يطلع سليم يطلع يخرج زي ما دخل طيب بتعمل ايه في التعامل ده الناس لازم تفرق بين المكان اللي بيتتبع بروتوكول مظبوط لمنع انتقال العدوى والمكان اللي ما بيعملش كده اول حاجة دكتور ايمان دلوقتي يبقى لازم يكون في شخص على الاقل جوه العيادة او جوه عيادة الاسنان وظيفته مكافحة العدوى داخل العيادة دي وظيفة لشخص مسؤول عن مرأبة كل الناس اللي شغالة من تمريض واطباء وعمال وكل حاجة بيتتبعوا الاسليب والبرتوكول المظبوط لمكافحة العدوى ولا لا زمان يا دكتور احمد كان اسمه مسؤول التعقيم شغلته بس يعقم الالات لا ده غير مسؤول التعقيم الموضوع النهاردة بقى فيه واحد مختص بمكافحة العدوى من الف لليه احنا هنقول مفاجأة دكتور ايمان نسبة ان يجي لحضرتك اصابة في عالة اسنان بفيروس او باي عدوى من ادوات غير معقمة دي ابسط نسبة دي ابسط نسبة الدكتور وهو بيشتغل لحضرتك النهاردة بيشتغل اه لابس جلافز وبيشتغلك باداة معقمة وكل حاجة طيب بيلمس ايه بيلمس الضوء وبيلمس الكرسي بتاع الاسنان ممكن يحط ايديه على اي حاجة تانية اي سطح وبعدين السطح ده نفسه يتنقله الحاجات اللي في اللعاب او في الدم اللي كانت في الجلافز بتاع الدكتور والكلام ده مش متشايف محدش شايفه طيب وبعدين يدخل مريض تاني يبدأ يشتغله اه بيلبس جلافز جديد وبيجيب ادوات معقمة لكن بيلبس بيمسك نفس الضوء يعدل مكانه وبعدين يشتغل يلمس نفس السطح اللي كان فيه العدوى اللي قبل كده ويبدأ يشتغل في بوق المريض الجديد فينقله العدو دلوقتي التعامل مع الحاجات السابتة يعني الاجزاء اللي ما بتتغيرش ما بتدخلش التعقيم زي كرسي الاسنان زي الاشاعات زي حاجات كتيرة جدا تريد تحط عليها الادوات حاجات كتيرة جدا دي لازم يكون لها راب بشكل معين والراب ده بيتغير بتتلف بالكامل بحاجة عزلة تماما وبعدين بعد ما بتتشال وتتغير في الوسط بتتعمل بسوائل معقمة السوائل دي بتقتل اي حاجة موجودة ويتلف الجديد تاني على الاجزاء دي دي من الحاجات المهمة جدا فكرة ان التعقيم نفسه غرفة التعقيم اللي هي بتتنقل فيها الادوات اللي هي عايزة تتعاقم اللي هي المستخدامة دي مفصولة ولا موجودة جوا عيادة عادية اجهزة التعقيم دي موجودة جوا عيادة ولا في غرفة مخصوص ما بتدخلها ما بتدخل مربخ بالزبط لازم تكون غرفة منفصلة بدءا من ظهور من دخول المريض للعيادة مكان الانتظار فين هل قريب من العيادات هل معزول كل منطقة في العيادة دلوقتي لازم تكون معزولة علشان تقدر تسيطر لكل منطقة بتختلف التعامل معاها عن التانية بناء على بيحصل فيها عدوى قد ايه او فرصة ان يحصل فيها عدوى قد ايه تمام بالنسبة لأجهزة او الادوات اللي هي بتتعاقم بقى الحاجات بعدش الموضوع دلوقتي ان انا اخد الاجهزة اخسلها بشوية مية وحطها في الاوتوكلاف او جهاز التعقيم وطلح لا دلوقتي بقى فيه حاجات كتيرة جدا بنعمل اولا فيه حاجات ما بقيتش بتتعقم هي بتستخدم مرة واحدة وبتترمي كويس ده دي نقطة بقى هنا نعمل حاجات اللي هي اللي بتاخد دايرك تكون او تصال مباشرة بالدم واللعاب الشفطات المريات الحاجات اللي هي دي كلها دي كلها بتترمي مع كل مريض طيب الحاجات بقى اللي هي تستخدم تاني الحاجات اللي هي تستخدم تاني ديت اولا دكتور ايمان لازم تتنقل بطريقة معينة لمكان اللي بتحصل فيه عملية التعقيم كامل تاني حاجة الادوات دي بتتغسل بطريقة معينة وبعد ما تتغسل لازم تتحط في جهاز اسمه جهاز موجات فوق صوتية ده بيشيل منها اي حاجة مش متشافة بالعين تتفصل عنها يعني انت ممكن تنظف كويس لكن في بكتيريا لازق عليها انت مش شايفة لازم الجهاز ده من ربع ساعة على 20 دقيقة بيوقع الحاجات دي كلها ويخلي الاداة نفسها سليمة ما فيهاش اي حاجة تتنقل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة التغليف وده بيتم بجهاز معين بحيث انه هو يخلي الغلاف ده مقفول كويس جدا مستحيل يدخله اي حاجة للاداة اللي جوه اخر مرحلة خالص اللي هو جهاز التعقيم او اجهزة التعقيم وده بقى فيها تطور كبير جدا وبقى فيها حاجات بتتحكم في مستوى البخار ودرجة الحرارة اللي كل اداة منفصلة عن التانية اللي بتتعرض للدم غير بتتعرض للعاب وهكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة